بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشيا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاميا تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعا وأكواب موضوعا ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ترجمة نانسي قنقر